اهلا بحضراتكم من جديد الآلة انفرض بصدارة الدور الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الاخير على النجوم وعنده مباراة مهمة ان شاء الله يحقق الفوز فيها ويعزز صدارته المباراة هي يوم السابت ان شاء الله مع اسموحة الساعة 10 مساء دي في كرة القدم لكن الامر لا ينفصل عن بعضه واللي بيتعرض له الاهلي في كرة القدم اذا كانت الكرة واخد بس الحيز الاهتمام لشعبيتها النشاط الرياضي اديكوا شايفين قالت كلام كتير انهيار النشاط الرياضي في الاهلي قالت كلام لناس على نفس الموقع ومواقع اخرى الاهلي خسر كل البطولات ولابد من التدخل خسر كل البطولات وفجأة تحولت كرة المية الى اهم لعبة في مصر وبقت القاعدة الاعلامية دلوقتي اهم بطولة هي البطولة التي لا يفوز بها الاهلي باداء المعيار في الاعلام اهم لعبة هي اللعبة اللي الاهلي يفشل فيها واهم بطولة هي البطولة اللي الزمالك يحققها نكاية في الاهلي تتكلم الناس على كرة الطائرة يا عم الطائرة تيه خلينا في اليد فجأة حصل هذا الترتيب تتكلموا في السباحة يقولك لا خلينا في الوتربول خلينا في كرة المية هو اهم حاجة عنده اظهار الاهلي انه فشل هو ده المعيار اهم بطولة واهم لعبة هي اللعبة اللي الاهلي ما ياخدهاش عشان كده احتراما من ملك وكتابة لجمهور الاهلي وللرأي العام وللمنطق لازم نتحاور على ارض الواقع شوية وبالارقام بالارقام بمعنى ايه هي درياضة والاهلي ما بيلعبش كرة يد بس وما بيلعبش اسباحة فقط الاهلي عنده اجندة نشاط رياضي كبيرة جدا بيخدم فيها اعضاؤه ولعبته وجمهوره ومنتخبات وطنه بالاساس في التقييم الموضوعي هنعتمد على تلات نقاطة باشواندس كل لعبة رجال او سيدات الاهلي عمل ايه فيها السنة دي مش بس على مستوى الفريق الاول على كل الاعمار السنية اللي الاهلي شارك فيها عشان نشوف اذا ربما يكون الاهلي منهار واحنا مغطين عليه هي اهمية دي ايه يا سيد فرحيم ان انت ما يبقى عندك لعبة شايفينها بتتراجع او عايزة عناية عشان تتقدم نقول هي دي فانت تقول كيف يمكن ان تتقدم بيبقى سبيلك حاجتين العناية بقاعدة الناشئين ايوه ثم التدعمات ثم في حاجة تالتة دونه الطريقين وتهيئة مناخ اداري وتدريبي على اعلى مستوى ادي التلات محددات اللي بيدفعوا ايه فريق انه تطور طبعا قدامك فرع هتشتعل بنفس الطريقة ايوه برضو هتخود منافسة لكن الذي قالم الناس انك كنت قابقوا صيني بالتحديد في كاس مصر في كورت سالة تخسر في اخر ثلاث ثواني في كورت اليد يتكرر الامر وانت متقدم 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 تيجي في اللحظات الحسيمة والثواني الاخيرة تخسر ودي في حد ذاتها لازم نتوقف ونتكلم فيها ايوه فاتفضل عشان ليه يا جماعة استاذ براهيم هيتكلم دلوقتي هنقول ايه قاعدة ناشين قويات تطميننا على المستقبل هل ده موجود ولا مش موجود وهل موجود في اقرب المرحلة السنية ولا لا يعني انا لما بتكلم على الفريع الاول عنده قصور ما قاعد ان نتكلم على باية الفريع الشباب الداعم ليه مباشرة هل على مستوى مسؤولية الاهل ولا لا الحتة اللي هيبقى فيها عجز وتأثير هنشاور عليه بس مش هننسى وإحنا بنشاور هنبص حوالينا اول حاجة هنقول الفرق دي السنة دي عملت ايه في كله بطولة لعبتها طيب السنة اللي فاتت عشان المؤشر يكون صادق وموضوعي السنة اللي فاتت كان ترتيبها ايه طيب السنة اللي فاتت كان اول موسم لمجلس الادارة الحالي ومن ثم لإدارة النشاط الرياضي طيب ما نقارنها بآخر موسم للمجلس السابق وإدارة النشاط الرياضي السابق يجوز الناس اللي قبل كده كانوا مشين صح والإدارة النشاط الرياضي اللي مسكت بعد كده ابتداء من الموسم اللي فات هي اللي أخطأت فلازم نبص حوالينا نقارن نفسينا بنفسينا آخر سنتين آخر سنة هو نفس الجهاز ونفس التشكيل هتبتدي بني لعبة ولا قبلها ومش هننسى في المقارنة هنبص شمالنا على النادي المنافس الكبير والشقيق نادي الزمالك من منطلق المنافسة الضدية انت عايز تشوف نفسك انت فين والمنافس فين الحتة اللي المنافس أفضل منك هنقول لك لا هو أفضل في الجزية ديت انت لازم أن تدعم نفسك مع وضع في الاعتبار لو حنستند للمنطق الرياضي مش معنى حصول فريق على المركز التاني أو خسارته للنهائي في ثواني أخيرة أو في شطة أخيرة معناها أنه فاشل ومنهار ده قمة التخارج مرورك بس لدينا ناشى انها تكررت يا أستاذ برايب اتكررت نشوف ايه أسباب هذا التكرار لكنه كلمة منهار لفريق بيخسر في ثواني لا طب انت بتتكلم عن ايه عيب حيو علاج يعني فيه خطأ وفيه قصور لابد من علاجه لكن لفظه منهار كتير على حالة لفريق بيخسر لخب في ثواني وانا ممكن أرصد لك حاجات محددة بإن الله في خلال السياق السرد والمقارنة طيب في الكرة الطائرة والرجال أولا حنشوف الجدول قدام حضراتكم الفريق الأول للرجال لعب السنادي أو كرة الطائرة في النادي الأهل السنادي كلها شاركت في عشر بطولات رجال الطائرة في الأهلي شاركوا السنادي ده كبار وصغيرين في عشر بطولات فازوا بتسع بطولات منهم خدت تسع بطولات من عشر بطولات الرجال فقط أنا بتكلم عن رجالة دلوقتي كبار وصغيرين أيوة إيه البطولة اللي فقدناها بص فقدت بطولة القاهرة تحت 15 سنة تحت 15 سنة وكسبت الجمهورية تحت 15 سنة آه شوف كده بالزبط القاهرة جيت تاني والجمهورية جيت أول إذن إذن لأنا ليه بقول كده حتى الفريق الوحيد اللي تخسرته ما هوش خسارة مستوى انت خسرت البطولة الصغيرة وكيفة كبيرة إذن كان هناك ظرف فيه يتحلل أيوة لو الفرقة دي وحشا ما كانتش كسبة الجمهورية آه يبقى يتحلل الظرف ده ليه خسرنا هذه البطولة المنطقة يا جماعة اللي هي منطقة القاهرة بينافس مع أندية القاهرة فقط لما نافس على أندية القاهرة فقط خسر البطولة لما نافس في الجمهورية كلها لكل المنطق خد البطولة يبقى يتقال ده ليه طيب الآلي في الفريق الأول الموسم الحالي خد بطولة الدوري وخد كاس مصر يعني الآلي خد الدوري وخد الكاس السنة اللي فاتت خد الدوري وخد الكاس يبقى حافظ على اللقابين بتوعه طيب مع المجلس السابق وإدارة النشاط الرياضي بالذات السابق في موسم 2016-2017 الأهل طلع تاني الدوري وثالث الكاس يبقى حصل تقدم حصل تقدم كنت التاني دوري والثالث كاس في الموسمين الأخيرين السنة دي والسنة اللي فاتت خدت الدوري وخد الكاس وعلى مستوى أفريقيا هجيلك الزمالك في الدوري طلع التاني السنة دي في الكاس خرج من دوره 16 يبقى أنت البطل في البطولتين الزمالك خرج من دوره 16 في الكاس وطلع التاني في الدوري في أفريقيا بقالك 3 سنين أنت أول أفريقيا السنة دي أول أفريقيا السنة اللي فاتت أول أفريقيا الموسم اللي قابله 16-17 أول أفريقيا بينما الزمالك لم يتأهل للنهائيات الأفريقية ده مستوى الرجال في الفلسطين الشباب في الطائرة والشباب مهمين لأنه دول زي من المونت سعدلي قال لك ده الرافض المباشر للفره الأول التلات سنين أول الدوري شباب الأهلي أول الدوري في القاهرة والزمالك ما سعدش الشباب بقى في بطولة الجمهورية السنة دي طلع الأول السنة اللي فاتت كانت تالت تالت واللي قبلها كانت تالت إذن تم تدارك أسباب تراجع الشباب يبقى فريق الشباب بطل الجمهورية وبطل القاهرة وما كانش كانت تالت الجمهورية في السنتين اللي فاتوا الزمالك التاني الأهلي الأول والزمالك التاني طيب ننزل سنة 17 سنة الأهلي الأول في بطولة القاهرة والأول في بطولة الجمهورية في التلات سنين احتكار أول جمهورية وأول القاهرة السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قابلها والزمالك في بطولة القاهرة طبعا ما بيشاركش لأنه بيلعب بطولة الجيزة وفي الجمهورية طلع الرابع فالأهل الأول في كل زمالك الرابع وبعد كده خلاص انت قلت كسبنا كل بطولات معادة في سنة بطولة القاهرة تحت 15 سنة أنا مش عايزة أتوه ليه عشان إحنا عايزين نخش في إذن كرة طائرة حصل تقدم خلال السنتين الماضيين أدى إلى احتكار الفريق الأول والذي يليه للبطولات إذن إحنا ماشيين صح في كرة الطائرة صح؟ بنسبة نجاح 90% أكتر كمان خسرت بطولة اللي هي بطولة القاهرة في 15 ودي المهندس عادلي قال لازم أن نشوف يعني فريق يخسر المنطقة ويكسب الجمهورية نشوف إيه سبب اللي حصل بنات الطائرة بنات الكرة الطائرة في الأهلي الدوري السنة دي أول الدوري السنة اللي فاتت أول الدوري السنة اللي قبلها كمان أول الدوري يبقى مع المجلسين ومع إدارة النشاط الرياضي في المرتين بنات الطائرة الأول في الدوري وفي كاس مصر في حفاظ على هذا التفوق الزمالك طلع التاني في الدوري وخرج من دور التمانية في الكاس في بطولة أفريقيا كان الأول واللي قبلها كان الأول يبقى على المستوى العربي في دايرة أنت كلنا شوفنا ماتش الفاينل وكان ماتش برضو والزمالك في البطولة العربية طلع الرابع في بطولة الشابات القاهرة الأهلي الأول في الثلاث مواسم وفي الجمهورية الأهلي الأول في الثلاث مواسم طبعا في القاهرة الزمالك ما بيشاركش بيلعب في منطقته وفي نهايات الجمهورية ما تأهلش أصلا في 16 سنة بنات لا لطلع الأول السنة اللي فاتت كانت تاني واللي قبلها كان الأول يبقى الأهلي استعاد تفوقوا في فرد 16 وفرد 16 السنة اللي فاتت كانت التاني في القاهرة وفي المنطقة أو في المنطقة أو في الجمهورية السنة دي طلعت الأول في المرتين الزمالك في الجمهورية ما تأهلش أصلا في فرد 14 سنة اللي طلع التاني ودي بقى اللي فيها تراجع بنات 14 عندهم سن التراجع طلعوا التاني في القاهرة وفي الجمهورية بينما كانوا السنتين اللي فاتوا الأول هنا في كعكة بيبقى فيه يا أستاذ إبراهيم أن فرد 14 دي ممكن هي اللي طلع بقى 16 مثلا يبقى يعني لكن في كل الأحوال يبقى محتاجة نبوص عليه وإزا مالك التامن يعني الأهل التاني إزا مالك التامن في 12 سنة الأهل اللي طلع الأول بعد ما كانت الثالث السنة اللي فاتت كان الثالث ولا بلاه كان الأول السنة الزغيرة قاود يا أستاذ إبراهيم يعني بيبقى لها ظروف طيب البنات شاركوا كبار وصغيرين شاركوا في 11 بطولة فازوا بتمانية بنسبة نجاح 72 واثنين من عشر في المية وهنا نسبة النجاح ده معيار أهلاوي مش معيار رياضي معيار رياضي المفترض الفريق اللي لعب فاينال لازم أن يتبصله بتأدير مش معنى أن أنت طلعت التاني معنى أن أنت فشلت لكن المعيار الأهلاوي هو اللي لا يرضى أبداً إلا بالمركز الأول بالزبط كده فبالتالي بنعتبر النجاح فقط هو الحصول على المركز الأول ده يعني معيار قابل للكلام الكتير فيه لكنه هنقباله على أنه أهلاوياً مش مطلوب إلا المركز الأول فحنلاقي بنات الطائرة لعبوا في 11 بطولة خادوا 8 التلاتة نحاسيبهم عليها كورت السلة كورت السلة باشموندس هنا كلام بقى نبتين يخش في الكلام الفريق الأول في المرتبط والمرتبط له أهميته أنك بتربط نتائج فريق النشئين بفريق الدرجة الأولى عشان يبقى عندك حرصة على الحاضر والمستعبل فبيأثر نتائج مع بعضين في المرتبط الأهلي طلع الأول في الدوري الأهلي أول المرتبط والسلة اللي فاتت كان الأول واللي قبلها كان الأول الزمالك في المرتبط الخامس في كاس السوبر الزمالك طلع الأول الزمالك طلع الرابع وكان الرابع وقبل كده كان الخامس نبقى علامة السفام كنت الخامس بقيت الرابع في آخر سنة تلك ده بالنسبة لي أنا مش تطور ده ما فيش تطور لأنك ما تحسنتش كتير أنت في النهاية ما نفعش تابة رابع هنا السوبر على مستوى الفريق الأول فده الحساب في كاس مصر طلعت التاني كنت الأول السنة اللي فاتت وقبلها كنت التاني يبقى على مستوى كاس مصر متزبزب هو فريق ينافس ولكنه لا يعسم البطولات اللي بيشترك فيها كلها في دور القاهرة 16-17 كنت التاني وما شاركتش في الاتنين اللي بعد كده الزمالك في المناسبة في الكاس انت التاني هو خرج من دور التمانية في أفريقيا اللي قالك خرج من ربع النهائي السنة اللي قبلها ما كانش شارك اللي قبلها كان أول يبقى هنا فيه تراجع إذن كرة السلة محتاجة شغل على مستوى الفريق الأول محتاجة شغل كبير عايزة تاغب عنده كرة السلة أي اللي حقيقة كرة السلة يكاد يكون نفس الكلام قد ينطبق على كرة اليد طبعا هو لا ينطبق على كرة طايرة لأن فرقتك أنا بتكلم هنا على دور المحترفين في إحداث الفارق الفني أيو الزمالك كسب البطولة بطولة السوبر برأيه بلعيب محترف مالوش حل أعلى بكتير من اللاعب اللي انت جبته يبقى نحط إيدنا أولا يعني اللاعب ده لو تنقل من الزمالك للأهلي يبقى البطولة في الأهلي فرق الوحد صانع ألعاب ثري شوتس سرعة اختراق شخصية بيرفع معنويات فرقاته أنه بيخليه مثلا يعمل ألعاب فني عالي قوي نرميله كرة فوقه التاني ينزل بها دنك ياخد ثقة أعتقد اسمه ستوغلن لو أنا يعني نطاقته صح محترف الزمالك اللاعب ده هو الذي صنع الفارق والذي أهدى الزمالك البطولة وانت ما اختفتش من المحترف بتاعك وانت ما جبتوش بالشكل اللي اعملك نقلة هو مش وحش باش ما يعملكش فارق ما يعملكش فارق زائد إن فيه لعيبة من عندك في بداية الموسم وانا قلت هذا الكلام وقلت إن فيه لعيبة خرجت من نادي الأهلي هل يستطيع الأهلي أن يعوضها ما قديرش عوضها يعني مؤمنة بالعينين إن ما يخرج من عندك لا اللعيب مهم جدا 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 أنا انزعكت هو راح جزيرة السنة دي الآلي كسب المرتبط وجزيرة كسب الكاس وزا ما اللي كسب السوبر الدوري السوبر فتوزعت البطولات لكن بمعيار الأهلي إحنا مش سعداء بالنتيجة دي بالنتائج دي كان ينبغي وخرجنا من أفريقيا على هذه السموحة لا دا عايز واقفة يبقى إحنا ما دعمناش صح وإدارة النشاط الرياضي تاعي هذا و بدنا أمور حتتعالج شوف هو المطمئن في المسألة واحد زي كابتر روف عبدالقادر بخبراته الكبيرة يعني دوره وحضوره مؤثر ما احنا عايزين نقول إيه بقى وهنا الكلام للناس كلها لأن برضو إدارة النشاط قد تفكر في أمر ما و الظروف ما تكونش مساعدة الباجت الميزانية التمويل لكن لنا شايفه وحسه أن كل الأمور دي في سبيلها إلى أنها تتحل بإذن الله إذن كورت السلة على مستوى الفريل الفريل أول عايزة عناية عايزة شغل كبير طيب هل في الشباب هناك مخزون يطمئن ولا لا أيوة ما أقول عليك حيكون بالدعم احنا قلنا بالدعم طيب الحل الثاني بالتصعيد عندك مواهب تحت تعال أقول لي في عشرين سنة بقى الآلة في بطولة القاهرة لعب في قبل النهاية خسر قبل النهاية من مين كان الموسم اللي قبل منه طلع الرابع واللي قبل منه كان التاني إذن المستوى على مستوى الشباب في بطولة القاهرة مش جيد في بطولة الجمهورية ما تأهلش للنهايات السنة اللي قبليها خرج من قبل النهاي واللي قبليها كان خسر في الفاينال وطلع التاني في بطولة الجمهورية إذن مؤشر مش كويس فريق الشباب عشرين سنة مؤشراته غير إيجابية اللي تحت منه 18 سنة في بطولة القاهرة خرج من قبل النهاي كان السنة اللي فاتت طلع الأول واللي قبلها كان التاني يبقى فيه تزبزب كنت التاني طلعت الأول ثم رجعت تاني خرجت من قبل النهاي ده فريق 18 سنة وجمهورية في الجمهورية طلعت التاني وإذا بالك ما تأهلش للنهايات فيه بس السنة اللي فاتت كنت الأول واللي قبلها كنت في قبل النهاي إذن كرت السلة في العشرين والتمنتاشر لا أولا عايز علاج لكن كرت السلة على مستوى الأندية كلها مؤشرها مش ثابت يعني لو رحت لأي نادي عملت له هذا التحليل هتجد مفارقات من هذا النوع لكن ولئنانا الآلي نريد أن نصحح الأمر عشان بعدنا فريق لأي يتعامل حساب طيب عشرين وطمنتاشر عايزين شغل كتير زي الدرجة الأولى ستاشر فريق ستاشر سنة طلع الأول في القاهرة وكان الأول وكان الأول في الجمهورية حافظ السنة دي على المركز الأول واللي قبلها واللي قبلها كان الأول إذن فريق 16 سنة في القاهرة وفي الجمهورية هو أفضل بكتير من اللي قابله إذن أنت عندك الشغل 18 وانت طالح 16 مطمئن و16 ده الموسم الجاي هيبقى 18 14 سنة آخر فريق هو 13 طلع الأول في القاهرة وكانت تاني وقبلها كان الأول وفي الجمهورية طلع الأول وكان السنة اللي فاتت في قبل النهائي وقبلها كانت تاني يبقى فريق 14 بيتقدم وإذا مالك ما تأهلش للنهاية أصلا أنت بقى 14 و16 محافظ وشغال كويس لكن من 18 وانت طالع 13 كويس فريق 13 سنة أولاد طلع الأول في القاهرة والسنة اللي فاتت كان الأول واللي قبلها كانت تالت إذن حصل تقدم وتطور ل13 سنة الخلاصة أنه رجالة الباسكت لعبوا السنة دي 13 بطولة خدوا المركز الأول في سبع بطولات بنسبة 54% غير مرضية غير مرضية أبدا تلعب 13 بطولة تاخد سبع منهم هذا رصيد غير أهلاوي خلينا نقولها كده حتى لو كنت بتلعب فينال بس غير أهلاوي هل بنات الباسكت أحسن من الرجالة ولا لا؟ بنات الباسكت على مستوى الفريق الأول طلعوا الأول في المرتبط السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها على فكرة نادي الزمالك في كرة السلة في البنات في الفريق الأول بيلعب في الدرجة التانية تاني فريق الزمالك في كرة السلة في البنات على مستوى الفريق الأول بيلعب في الدرجة التانية طبعا ده لا يليق بالزمالك باسمه تاريخه وعطاءه في كل الألعاب خاصة في الباسكت بس هنا عشان تبقى المقارنة حاضرة مش في كل خانة هنقول والزمالك عمل ايه الزمالك مش موجود في الدرجة الاولى في كرة السلة بنات المرتبط للبنات الاهلي اول سنة دي وسنة اللي فاتت واللي قبلها في الدوري الاهلي طلع الاول وكان الاول ومع المجلس اللي فات كان التاني في كاس مصر الاهل السنة دي التاني السنة اللي فاتت كان الاول واللي قبلها كان الاول اذا بنات الباسكت دع منهم الكاس في بطولة دور القاهرة طلعوا الاول وكانوا الاول وقبل كده كانوا التاني في البطولة العربية طلعوا التاني وما كانوش شاركوا السنتين اللي فاتوا يبقى البنات على مستوى الفريل الاول في الباسكت الاول في الدوري والاول في القاهرة والتاني في البطولة العربية والتاني في كاس مصر نسبة البطولات ايه؟ على مستوى البنات هنيجي بقى لطمنتاشر سنة اول في كل حاجة في القاهرة الاول وكانوا قبل كده الاول وقبلها الاول في الجمهورية طلعوا التاني بس كانوا السنة اللي فاتتوا اللي قبلها الاول فخسروا المركز الاول في الجمهورية دي هو الفرقة 18 فرقة 16 كانوا الاول في القاهرة وفي بطولة الجمهورية طلعوا التاني السنة اللي فاتت كانوا الاول واللي قبلها كانوا الرابع فحصل تقدم لكن خسرك السنة دي برضو البطولة الزمانك ما تأهلش اصلا في الاعمار دي خالص فا 14 سنة بنات 14 خدوا اول القاهرة والسنة اللي فاتت كانوا الاول واللي قبلها الاول خسروا السنة دي بطولة الجمهورية طلعوا التالت وكانوا السنة اللي قبلها اللي فاتت واللي قبلها التاني اذا على مستوى يعني برضو برضو محتاجين شغل وفرقة 13 سنة طلعوا الاول في القاهرة وكانوا السنة اللي فاتت التاني واللي قبلها كانوا الاول بنات البسكت لعبوا السنة دي 13 بطولة خذوا 8 منهم مركز أول بنسبة 61.5 إذن البنات أكتر من الولاد في البسكت بس مش بكتير دول ياخدوا 7 بطولات ودول ياخدوا 8 بطولات فرقها بطولة واحدة البسكت عايز شغل على مستوى الولاد وعلى مستوى البنات الهندبول كورت اليد مدام الأهل اخسرها بقت عند إخواننا دول أهم لعبة في مصر وملوك الصلاة ما تتقلش إلا على الهندبول تكلم الناس يا جماعة والله العظيم كورت السلة وكورت الطائرة بتتلعب في الصالة لا ملوك الصلاة لفظ اتعمل علشان الأهل ما ياخدوش وتنس الطاولة ما في الصالة تنس الطاولة في الصالة الطائرة في الصالة إنما اليد هي اللي في الصلاة والطائرة في البلكونة مدام الأهل بيقودها ما يبقاش في الصلاة تبقى في البلكونة في كورت اليد على مستوى الفريع الأول الأهل السنة دي في الدوري تلعى التاني الزمالك تلعى الأول بس الأهل السنة اللي فاتت كان الأول واللي قبلها كان الأول إذن فيه تراجع إن أنت كنت الأول سنتين وراء بعض في الدوري ورجعت بقيت التاني في الكاس لسه حتى إعداد التقرير كان مستمر الزمالك خرج من دور الستاشر بس الأهل السنة اللي فاتت كان التالت في الكاس واللي قبلها كان الرابع في الصبر الأفريقي أنت طلعت التاني وما فرقتش لأن قبلها كنت التاني بس قبلها كنت الأول فأبطال الدوري كنت طلعت التاني الزمالك في المرتين طلع أول طلعت التاني وكنت التالت وقبلها كنت الأول بتتراجع فأبطال الكؤوس طلعت التاني بعد ما كنت الأول في السنتين اللي فاتوا والزمالك ما تأهلش أصلا في أبطال الكؤوس دول الفريق الأول في كرة اليد عندك تعليم وإحنا قلنا هذا الكلام وبرضو مش تلكيك ولا حاجة لكن أسباب لازم ندرسها طريقة الدعم في البطولات الإفريقية مش بأفضل عناصر أو مش بالعناصر لتحدث طفرة معك وهو ده بالظبط الفارق اللي بينك وبين الزمالك إنه هو اختياراته في دعمه المحترفين في كرة اليد أنا مش بكلم يعني الباسكتبول لكن اليد لا فيه أسباب و يعني أنت السنة اللي فاتت كان معك يحد يروح مثل أنت المفروض أستنى ما نقفل البتاع ده أنت المفروض أنك أنت بتدعم أكون معك يحد درع بيلع معك أفريقيا كان المنطيق يبقى معك في في الانتقال النهائي واسعنا نشتغل بهذا الكلام لكنه راح لأسباب لازم ندرسها عندي بعضها مش مجالها لكن ما احتفظناش بيحد درع وانت العناصر اللي هي موجودة من خارج كرة اليد هي معروفة ومش كتير هتجد معظمها موجود في الزمالك بتقدر أنت تجيب بقى من الجزيرة واحد مميز قوي من الهوليوبلس واحد مميز قوي يعني درع من الهوليوبلس فأنت لأن تبقى معارف أنت هتجيب من اليد لأنك مش هتقدر تأخذ من الزمالك بس هو كمان مش مفروض يأخذ منك إذا قدر يأخذ حد من عندك إدرس السبب وحافظ على عيبتك وما نعودش نقول عشان اتحاد كرت اليد حتى لو كان له تدخلات لأن يعني لأن نبقى احنا خلاص هو ده الأمر واقع لأن يعني اتحاد كرت اليد بقى له مدة هو في قياداته الزمالك لكن ورغم هذا كنا بنقدر نعمل حاجة فمش عادين نتحجل بالموضوع ده نشتغل بدري ونشتغل كويس ممكن يكلفنا أكتر عشان تعاوضيه لكن شوف مين العناصر فعلا اللي تقدر تدعم بيه وعايزة صراحة عايزة صراحة دعمنا بالمحترفين ما كانش على قدر التحديات اللي احنا داخلين عليها ايوه هو ده فنشتغل نشتغل ونشتغل صح ونشوف ديقدر نمول ايه وحنقدر بإذن الله يهمني بقى أنا هنا جدا الفريق اللي تحت الفريق الأول فكورت اللي يدي بزاك لأن برضو خلي بالك عايزين إذا مالك بيكسب في الثواني الأخيرة لأنه عنده دعم أفضل مني لكن مش ده السبب الوحيد أنا بفضل متقدم لحد الثواني الأخيرة إذن هناك فارغ خبرة وهذا حقيقي عندهم طلت عناصر حسن يسري وده لعب مهضوم الحق في مصر حدش مديله حقه لعب فضيع قوي جدا روح عالية جدا سنه كبيرة لكن وحش وأحمد لحمر أحمد لحمر وهتلر طلتة دول عناصر مؤسرة متوسط السن في الزمالك مؤكد أكبر من الأهلي الأهلي عناصره أصغر لأن برضو الأهلي بس ده مدي مردود خبرة أعلى يعني الأهلي فقد جناحه المؤسر جدا السنة دي كريم سعيد بالاعتزال ويحيى الدرع إنه ما عرفتش تجيبه فانصرين مهمين جدا يعني لانه نبقى متنبهين على الحاجة قبل ما تحصل واعتقد أنه دلوقتي معموله شغله كويس قوي طيب الفريق بقى اللي تحت الفريق الأول الفريق بقى موليد 98 ده الستوك اللي انت هتاخد منه في المرتبط طلع الأول الزمالك طلع الثاني والسنة اللي فاتت كان الثاني واللي قبلها كان الأول يبقى أنت استعدت مكانتك دلوقتي مع وضع في الاعتبار إنه اللعيبة متحركة يعني بتوع 98 دلوقتي مش هما بتوع 98 السنة اللي فاتت هتلاقي فيه عناصر فريق الأول دلوقتي أيوة في كاس مصر الزمالك طلع الثاني كان الأهلي قبل كده الثاني وقبلها كان الأول إذن في كاس مصر فيه تراجع وفي المرتبط ده السنة اللي فاتت السنة دي طب السنة دي الكاس لسه بتلاعب لا أنت طلعت تالت أنت بتكلم على فريق 98 أهل بكلم على 98 ها الشباب طيب موليد 2000 اللي هما تحت الشباب على طول في المرتبط هما الأول وكانوا الأول السنتين اللي فاتوا في كاس مصر الزمالك خرج من دور الثمانية الزمالك السنة اللي فاتت كان الرابع في كاس مصر واللي قبلها خرج من دور الثمانية يبقى فريق 2000 نتائجه أحسن بكتير الأول في المرتبط والأول في كاس مصر كان قبل كده الرابع وخرج من دور الثمانية فريق 2002 في القاهرة طلع الأول السنة اللي فاتت مسابقته ما استكملتش واللي قبلها كانت تاني في كاس مصر فريق 2002 طلع الأول والسنتين اللي فاتوا كانت تاني الزمالك الثالث وفي بطولة الجمهورية لسه مستمرين بس الأهل في السنتين اللي فاتوا لموليد 2002 كان بطل الجمهورية إذن فريق 2002 وفريق 2002 أفضل من فريق 98 موليد 2004 في القاهرة طلع الأول والسنة اللي فاتت ما استكملتش المسابعة واللي قبلها كان الخامس بس في كاس مصر طلع التاني وفي بطولة الجمهورية طلع التاني ودي للمرة التانية يطلع هذا الفريق التاني في الجمهورية والقاهرة في مقابل أن الزمالك خرج من دور 16 في كاس مصر وفي الجمهورية طلع السابع يعني الحال من بعضه أنت التاني هو السابع لكن خلينا في الأهل واضح جدا أنه فريق 2004 محتاج شغل لأنه في البطولتين للمسلمين على التوالي بيطلع التاني في موليد 2005 أصغر الفرق في الهندبول ولاد طلع التالت في بطولة القاهرة وكان الأول في قبل كده يبقى فيه تراجع واضح طلع الخامس في بطولة الجمهورية والزمالك طلع التامن لكن اللي طلع الخامس السنة اللي فاتت كان التالت واللي قبلها كان الرابع مردود 2005 من الآخر بقى محتاج شغل كتير من الآخر بقى آه كورت الياد ده عايزة ثورة عايزة من فوقها لتحتها عندك فرقتين اتنين كويسين والباقي محتاجين شغل جامد جدا 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 وده ما تبقى شاركت في 36 بطولة خدت تمانية منهم خدت تمانية منهم وفيه بطولتين بقيين للفريل الأول وحدة للفريل الأول وحدة للفريل واثنين حتى لو خدتهم هتبقى نسبة نجاح ضعيفة جدا 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 لا تليق أبدا هذا الكلام لا يليق محتاج دراسة وصراحة وصورة في كل شيء لا يمكن ان احنا نثبت الظروف ونحصل على نتائج مختلفة انا الحد الوقتي بقول لك لما تلعب فاينال وتخسر فاخر ثانية دي مش كارسة وانا بقول كده دي فرقة يسهل علاجها لكن لما تبقى البطولات كلها كرة اليد كده كرة اليد عايزة بنات الهندبول أحسن من رجالة بنات الهندبول هم الرجالة مردودهم كده مردودهم أحسن من الرجالة فريق البنات في الهندبول على مستوى الفريق الأول في الدورة العام طلع الأول وآخر سنتين الأول في كاس مصر طلعوا الأول وفي آخر سنتين هم الأول با اكتشاح في كاس السوبر طلعوا الأول والسنة اللي فاتت البطولة ما تلعبتش واللي قبلها كانوا الأول في دورة القاهرة الأول الزمالك ما عندوش فريق بنات للدرجة الأولى في كرة اليد فأبطال الكؤوس الأهلي ما شاركش السنة دي بس السنة اللي فاتت كان السابع واللي قبلها ما كانش شارك إذن مستوى الفريق الأول في الكرة اليد أفضل فريق في ألفين الإمداد المباشر ليهم طلعوا السنة دي في بطولة القاهرة الأول وكانوا السنة اللي فاتت الثاني واللي قبلها كانوا الأول في كاس مصر طلعوا الأول والسنة اللي فاتت كان الأول واللي قبلها كانوا الثاني الزمالك الثالث في بطولة الجمهورية ألفين الأهلي طلع الثاني كان الثالث وقبلها كان الأول والزمالك الثالث الأهلي الثاني والزمالك الثالث فريق ألفين في خسر بطولة من البطولتين أو الثلاث بطولات أول أول تاني ألفين واثنين في القاهرة البطولة لسه مستمرة وكانوا خدها السنة في كاس مصر طلع الأول وحافظ على تفوقه في السنتين الزمالك خرج من التصفيات في بطولة الجمهورية لسه المنافسة مستمرة لكن الزمالك طلع خرج من بدري وطلع رابع الأهلي قبل كده كان في الجمهورية في 2002 أول وأول 2004 أول في القاهرة محافظ عليها للثلاث سنين في كاس مصر طلع الثالث وقبلها كان الثالث في الجمهورية طلع الأول وكان الثالث والثاني وإزا مالك السنادي الثاني في 2005 بنات الهندبول الأهل الأول في القاهرة في الثلاث سنين في كاس مصر طلع الأول وفي الجمهورية طلع الأول وكان قبل كده الثاني وإزا ذلك ما عندوش فريق في المرحلة دي كسب كل البطولات اللي دخل في 2006 بطولة القاهرة الأهل الأول وفي كاس مصر الأهل الأول وفي الجمهورية الأول وإزا مالك بيخرج من التمهيدي أنا ليه بقول لكم البنات أحسن من السبيان في الهندبول الألف للبنات لعب 32 بطولة خد 22 بنسبة نجاح 68 و75 من 100 في المية إزا النسبة أحسن بكتير من السبيان ده ما يتعلق بكرة اليد إذا شفتوا ألعاب الصلاة الثلاثة السلة والطايرة والهندبول كرة الماء رجال ما هو بقى يعني خلاص الاهتمام مدام الأهل خسر بطولة كرة المية يبقى الاهتمام كله بكرة المية وما فيش في مصر لعبة إلا كرة الماء على مستوى الفريق الأول والآله بالمناسبة في الووتربول عمره ما كان بياخد الدورة أنا حتى وأنا بسأل فقالوا لي الآله ممكن يكون آخر مرة خد الدوري بتاع كرة المية من 10-15 سنة شف أنت باستمرار دي لعبة في جزيرة وفي اليوبلس 2016 ما عندك شوالة بطولة 2017 خد في موليد 2000 مركز أول أي وما عندك شوالة بطولة السنة دي خد اتنين فريق أول في بطولت الكاس مصر وطلعت تاني وتالت والفين وثلاثة أول وزيما أنت قلت قبل كده شاركت فرق كر الماء في تمن بطولات حصلت على بطولتين وحصلت على مركز تاني وبتلاقوا كرة الماء مهش من الألعاب المصنفة داخل النادي القالي ولكنها تتقدم والسنة دي أنا بقول لك القالي عمل حاجات ما عملهاش لكرة الماء قبل كده وأجهزة كرة الماء خدت بأسباب إن عسكر مشترك مع بارتزان فرقة عالمية ده في مصر وخارج مصر واستعدت وما نقدرش نلوم لكن عايزين نحسن من كده في كرة الماء بس أنا اللي همني في ألعاب الماء بقى مش شو بقى ألعاب الماء بقى ها طبعا لو هتتكلموا على منطق رياضي حضاري يعتد به ألعاب الحمام هي في المنافسات الفردية سيبكوا بقى من لعبة كرة الماء والعائلة اللي بتضرب بعضها تحت الماء والمشاكل اللي بتحصل ودي طبيعة كرة الماء دايما وآبدا فيها مشاكل كتيرة جدا لكن التفوق الرياضي وعنوين أو العنوان الرئيسي لتفوق أي أمة رياضية هم في اللعبتين الأساسيتين السباحة والألعاب القوة دي أم الألعاب ودي منازلات الناس اللي بتنافس الزمن وبتسابق الوقت وبتسابق القوة وبتتغلب على القدرة وبتحطم الأرقام بأجزاء من السواني هي دي طبيعة الرياضة كل منافسات السباحة في كل السباقات بتاعتها الآلي عنده كتير من الأبطال اللي هم بينفسوا في البطولات الأفريقية والدولية والأولمبية كتير الرافض الأساسي للمنتخبات الوطنية عشان ما تدخلش الناس في جداول بص عندك في 13 الخلاصة لسباحة المسافات القصيرة اي اتفضل عندك شاركة فرقة سباحة السباحة القصيرة رجال في أربع بطولات حققنا ثلاثة بنسبة 75% وايضا شاركنا في أربع بطولات تانين نسبة النجاح 100% اي فرقة السباحة الناشئين في أربعين بطولة كسبنا 26 بطولة في الناشئين وده عملية مش سهلة طبعا في الناشئين بالذات يعني اي في الناشئات أربعين بطولة كسبنا 25 بطولة اذا السباحة ماشية كويس بس أنا كان نفسي هنا فيه الجدوة المقارنة بقى بين الأهل والزمالك اي الأهل الأول زمالك السبعتاشر في عموم الرجال في الجمهورية كاس الاتحاد دي سيدات دي يا إبراهيم اه عموم السيدات الأهل الأول زمالك الخامس في الرجال كاس مصر الأهل الثاني الزمالك التالت السيدات أول 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 في كل حاجة وزمالك ترتيبه سبعتاشر وطمانتاشر تسعتاشر سنة ناشئين بسم الله ما شاء الله الأول رجال وسيدات والزمالك الخامس والثامن آه طمانتاشر سنة ناشئين الزر ما تلعبتش لسه لأن كاس مصر الأهل الأول وزمالك ستتاشر وفي الناشئات الأهل الأول وزمالك التلتاشر سبعتاشر سنة الآلي في الرجال الأول في كل البطولات ستتاشر سنة ناشئين في كاس الاتحاد في القاهرة أول كاس الاتحاد ما تلعبش الجمهورية رابع ودي برضو محتاجة نفهمها وتوقف أنا كان نفسي يبقى عندنا أنا كان نفسي بس أشكر الزملاء في الإعداد طبعا عملية متاهة كابتن عصام منيسي الإداري في النشاط الرياضي أول ما قلت لكابتن رقوف عبدالقادر قال لعصام منيسي عنده لا قريبك لا يعني أنا يسعدني طبعا مشرفني لكنه الحقيقة له كل التحية على المجهود اللي بازلوا في تجميع كل الجداول والزميل العزيز محمد مصطفى في الإعداد الحقيقة بازل مجهود كبير عشان يعمل هذه المقارنات بين كل الألعاب مع بعضيها سواء فيما يخص المسلمين الأخيرين أو ما يخص نادي الزمالك كمنافس مباشر بس أنتو الناس اللي عمالت يتكلم على الانهيار بصوا الأهلي في كل البطولات الأهلي يطلع الأول الزمالك يطلع الرابع أو أحيانا الأهلي الأول والزمالك التامن أو أحيانا الزمالك ما يبقاش موجود ونتمنى له كل التوفيق لكن الفكرة فين الإعلام اللي اختزل النشاط الرياضي في الووتربولو وزي ما قلتلكم القاعدة في الإعلام أهم بطولة هي البطولة التي لا يفوز بها الأهل تبقى دي أهم لعبة ويتم التركيز عليها وتلاقوا مقالات الأهل منهار في كل الألعاب وكائنة دي مش ألعاب دي حصة راسم مش ألعاب طيب عشان يا أستاذ إبراهيم برضو هنا كده الدنيا هتهرب مننا في الأزن في الألعاب الجماعية الألعاب الجماعية أستاذ إبراهيم أعتقد كرة اليد هي اللعبة الأكثر احتياجا أنه يتبص عليها والأسهل في علاجها لأن الفريق الأول قريب قوي قوي من أنه يكسب البطولات طيب ما تخلييني أقول والملف اللي المفروض تكون أنت إيدك فيه ليه لا في ناس هسميني دلوقتي زمن لا يتوقف أستاذ إبراهيم واعتقد أن أن هما بس يركزوا شوية بس أنت هند بول مان يعني معليش يعني لكن أنا بقول لك كرة اليد قريبة جدا أنها تتعالج قريبة جدا جدا بحاجات بسيطة بإذن الله تتعالج طيب ما نحن برضو مش هنغفل بإيهة للعاب الفردية تعال بقى تعال بقى شوف تنس الطاولة عشان ما تضيعش وقت الناس اكتساح رجال وسيدات تنس الطاولة الرجالة شاركوا في أربع بطولات خدوها كلها مية في المية فرق تنس الطاولة بنات شاركوا في أربع بطولات خدوها كلها البطولات هي بقى جمهورية ودوري وكاس مصر وبطولة عربية مفيش أحلى منك تلعب في أربع بطولات تاخد لأربع بطولات عايزة توقف فينا اللحظة بس بسرعة هقولك بإيه احنا بس بقبل ما تقول النتائج عشان فريق الفريق الأول رجال وسيدات الأول أي كل الفرق في البطولات الإقليمية بتلعب بالعيبة أجانب وعادة بيبقوا مصصين تخيل ان انت السنة دي بتكسب البطولات دي وممعكش واحد من أحسن لعيبة العالم مصنف على مستوى العالم عمر عصر ها فورغم كده محترف بره ها محترف واكتر من حد تلعي احترف برده اي ورغم كده الصف التاني والتالت عندك قادر على انه حفز لك على البطولات دي اتفضل اسبرا طيب تنسي الطاولة ناشئين لعب ثمان بطولات خد سبعة يعني فلتت منه بطولة واحدة بنسبة سبعة وتمانين ونصف المنين ايه اللي فلتت المنين دي عايز اعرفه تنسي الطاولة ناشئين يا سيد الفاضل لعب في بطولة الجمهوري الجمهوري ناشئين اه طلع التالت في خمستاشر سنة ماشي ماشي تنسي الطاولة بقى بتصنف على مستوى العالم بانها اصعب لعبة فردية ايه الناس ما تقدرش تحتفظ بمراكزها كتير فيها اذا الشغل الجيد واللي فيه تركيز واللي يحيي عليه الجهاز الاداري والفني في تنسي الطاولة ان عندهم بدايل وعندهم انتاج ضخم جدا من الابطال طيب ناشئات تنسي الطاولة بقى يعني اذا كانوا ناشئين تنسي الطاولة خدوا سبع بطولات من تمانية ناشئات تنسي الطاولة في تمام بطولات خدوهم كلهم يعني تتخيلوا تنسي الطاولة في النادي تنسي الطاولة في النادي رجال وبنات ناشئين وناشئات عربي افريقي او عربي محلي دوري كاس مصر بطولة جمهورية 24 بطولة يخسر بطولة واحدة ناشئين 15 سنة أو 12 ما فيش أجمل من كده جهاز تنس الطاولة يتسقف له عليه بجد ومش عايز أقول مقارنات مع الزمالك لأنه في كل حاجة الزمالك طالع التالت والتاني في بعض البطولات لكنه ده قطاع النشاط الرياضي المنهار ودي انهيار الأهلي في النشاط الرياضي في الكاراتية والكاراتية جماعة له أهمية لأنه أولا في الأهلي لعبة مهمة ثانيا بعد إدراجها في البرنامج الأولمبي لا بقت مسؤولية الأهلي تحديدا كبيرة في دعم المنتخب الوطني بإذن الله لكاراتية بعناصر أو أبطال أولمبيين إن شاء الله تعالى في الدورة اللي جاية واللي بعدها يكون لهم إسهام بميداليا إن شاء الله فرق الكاراتية حصلت على 9 دروع من إجمال 12 درع في كافة المراحل الاستنائية ودي مسألة رقميا مهمة حصلت على المركز الأول في الترتيب العام عربيا رجال وبنات إذن الأهلي أول العرب رجال وبنات فرق الكاراتية الرجالة شاركت في 50 بطولة سنة دي خادت 44 بطولة وده رقم كبير طبعا بنسبة 88.5% كاراتية البنات في 15 بطولة خادت 45 بطولة نفس الشيء بنسبة 90% كمان ولما تستعرض الجدول اللي قدام حضراتكم على نتائج الكاراتية سواء في الكاتة الفردي أو الكاتة الجماعي أو الكوميتيه هتلاقوها باستمرار أنت الأول بشكل دائم في معظم البطولات عربي أفريقي أو عربي أصدي ومحلي سواء الدوري أو بطولة الجمهورية أو القاهرة في كاتة وفي كوميتيه الحقيقة فردي وجماعي في الكاتة أول على طول باستثناء مرة واحدة بس طلعت التالت في البطولة العربية لـ 18 سنة فقط الباقي أنت الأول باستمرار إذن ده عايز تتكلم على ألعاب القوة ما ينفعش نتكلم على الرياضة أرجوكو الواحد بيزعل أن أم الألعاب مهملة عنوان تقدم الأمم في الرياضة للأسف عايزين تقيسوا مستوى حضارتنا الرياضية ومستوى وعينا الرياضي بصوا على درجة اهتمامنا بألعاب القوة المهملة تماما ألعاب القوة اللي هي البطولة المهمة جدا في الأهلي والأهلي تقريبا هو السند الأكبر في مصر في بطولة ألعاب القوة أو في كل برنامج ألعاب القوة حتلاقوا الأهلي مثلا في كأس الجمهورية في الجمهورية الأهلي عنده 11 ميدالية دهب عنده 6 فضة عنده 9 برونز عنده 26 ميدالية في الجمهورية في النشآت أو الشباب لا يعني هنا لازم المقارنة بقى مع نادي الزمالك لأنها المنافسة في ألعاب القوة كانت ثمة منافسة بتبقى مع ندية الجيش والزمالك الزمالك طالع كامل طيب بصوا بقى الدرجة الأولى الأهلي عنده 26 بطولة ميدالية الزمالك عنده 4 وهم 2 دهب والأهلي 11 دهب يعني الأهلي على مستوى الدرجة الأولى يجيب في بطولة الجمهورية 11 دهب الزمالك يجيب 2 ده الرجالة في البنات الأهلي يجيب 13 دهب الزمالك يجيب 3 الأهلي يبقى عنده إجمالي ميداليات الرجالة 26 الزمالك يبقى عنده 4 هليني أقولك المجموعة العشان بطولة الأهلي يجيب 26 ميدالية رجالة الأهلي في ألعاب القوة يجيبه 26 ميدالية الزمالك يجيب 8 البنات الزمالك بصوا الفرق بين الاثنين من فرق من 11 ميدالية الاثنين طب الشباب الآل يجيب 8 دهب في بطولة الجمهورية الزمالك ما ياخدش ولا ميدالية في البنات الآل يجيب 5 ميداليات دهب الزمالك يجيب 1 متخيلين أنه في بطولة الجمهورية للشباب المستقبل للشباب الآل يجيب 18 ميدالية متنوعة والزمالك يجيب 0 نتمنى له التوفيه لأنه سند مباشر مع الأهل في الحركة الرياضية بالذات في أم الألعاب نلاقي في البنات في الشبات إلال يجيب عشرين ميدالية متنوعة الزمالك يجيب تسعة في كاس الجمهورية للنشئين إلال يجيب أربعة دهب الزمالك ولا ميداليا إلال يجيب اتناشر ميدالية متنوعة الزمالك ولا ميداليا في النشئات إلال يجيب ستة دهب الزمالك يجيب ثلاثة إلال يجيب تمنتاشر ميدالية متنوعة الزمالك يجيب عشر طب الأشبال الأصغر إلال يجيب ثمان ميداليات دهب الزمالك ولا واحدة حصاد الآل الكامل يوصل لتسعة تشر ميدالية متنوعة الزمالك ولا ميداليا يلاقي في البنات الآلي يجيب سبعة دهب الزمالك يجيب ميداليتين الآلي يجيب خمستاشر ميدالية متنوعة الزمالك يجيب سبعة ده 2018-2019 ده السنة دي طب ألعاب القوة بهذا الشكل درجة الجمهورية في النقط الدرجة الأولى الآلي يبقى عنده 254 نقطة في بطول الدرجة الجمهورية 254 نقطة ونص الزمالك عنده كم نقطة 15 نقطة 75 ده الأهل المنهار يا جماعة ده الأهل المنهار رياضيا عشان تشوفوا حجم الافترة رايح فين الآلي في درجة الجمهورية 254 نقطة الزمالك 75 طب في السيدات الآلي 214 نقطة الزمالك 112 في الشباب الآلي 160 نقطة الزمالك 95 في الشباب الآلي 175 الزمالك 121 درع الجمهورية للأشبال الآلي 200 أو للنشئين الآلي 185 الزمالك 50 في النشئات الآلي 155 الزمالك 98 الأشبال الآلي 207 نقطة الزمالك 99 نقطة في البنات الآلي يجمع 159 نقطة والزمالك يجمع 75 نقطة وفي الطلايع 225 لـ 255 وـ 258 لـ 27 في الطلايع الصغيرية دي ألعاب القوة في الرجالة شاركة ألعاب القوة الأهلوية في أربع بطولات خدت الأول كم مرة أربع مرات نسبة نجاح مية في المية على مستوى الرجالة على مستوى الأنسات أربع بطولات شاركت فيها بنات الأهلي خدوا المركز الأول كم مرة وأربع مرات نسبة مية في المية نسبة نجاح الأهلي في كل نشاط أم الألعاب في ألعاب القوة نسبة كاملة للأهلي يبقى تنس الطاولة ألعاب القوة حدث ولا حرج ترفع لهم القبعة عايز تبص على الجنباز والله نبص ولو إن الجنباز شوف هقولك أنا ملخصها حصلت فرق الأهلي على كاس مصر بعد العدد الأكبر من الميديليات فاس فريق الدرجة الأولى بالمركز التالي في الجمهورية فرق النادي الأهلي في الجنباز باستعراض أسرية مشابقة يعني يقولك فريق الدرجة الأولى رجال فريق الدرجة الثانية رجال الأهلي الأول في الدرجة الثانية والثالث في الدرجة الأولى بيلعبوا على مستويين طيب التنس فرق الأهلي في التنس في عموم الرجال والسيدات خدوا المركز الأول فرق الأهلي خدوا المركز الثالث في الترتيب العام للدوري يبقى في مرحلة العمومة رجال والسيدات الأول في مرحلة الترتيب العام التالت واعتقد ان التنس دي اول مرة تطلع بالمنظر ده انت عندك اول اول رابع رابع خامس ثالث رجال ونشئين اول رجال ونشئات اول ايو في الدرجات الاقل لا فيه منافسه سريعا عشان الوقت للأسف دهامنا من غير ما نستعرض بقية اجندة النشاط الرياضي هو يعني المهمة الاسكواش فرق النشئين والنشئات خدوا المركز التاني في الترتيب العام فرق الرجالة والسيدات بتشارك في الدور العمومي والمنافسة مستمرة في الاسكواش نشئين ونشئات في عشرين بطولة اللي حصل على ست بطولات بنسبة تلاتين في المية اذا الاسكواش على مستوى النشئين والنشئات محتاج شغل كتير شوف انا اقولك حاجة ان الاسكواش بالذات لعبة متحركة يعني كل سنة تقريبا تلاقي حركة لعبة بتتنقل بين الاندية دي والاندية دي والابطال لكن عندنا لعبة اسمه عسل عسل حاجة عسل ده حيبقى حاجة جبارة جدا وهو من ابطال العالم حاليا في مرحلة السنية في السكواش اذا ده استعراض اجندة النشاط الرياضي عمراء عسل كل اللي اصدناه منه ان احنا نشاور على مواطن هاني عسل ده الصحفي صادقنا العزيز والله يعني اذا دي اجندة النشاط الرياضي القصور اللي واضح فيها شاورنا عليها وانا اعتقد اجتماع مجلس الادارة يوم السبت معني بالاساس ببحث ملف النشاط الرياضي اللي محتاج تدعيم قلنا هذا لا يليق واللي اجاد بدرجة كاملة استحق مننا التحية سواء تنس الطاولة او العاب القوى او الكرة الطايرة ما كانش الهدف ابدا لاحنا نقول احنا واقفين فين والمنافسين واقفين فين كان الهدف الاساسي ان احنا نقول للناس اللي بتتكلم على انهيار الاهلي اتقوا الله على الاهل افتكروا ان انتوا في رمضان هل لديك اقوال اخرى؟ لا يعني احنا باذن الله يجب ان يكون هناك وعد وان اتصال عشان اخد ماذا يحدث في اروقة النشاط الرياضي وعرفت ان فيه حركة في شغل ارجو ان يكلل بالنجاح باذن الله وفيه مدرب جديد كبير للهندبول هو لسه ما تمتش نرجو انها تكلل برضو بالنجاح لكن في الاخر اه ممكن هنا المدرب يفري لان انت قبقا وسين يعني ادارة سوان الاخيرة او دياء الاخيرة او دقائق الاخيرة هي اللي محتاجة يعني شغل برضا باذن الله تعالى كل سنة حضراتكم طيبين دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا وننتقى في الخميس بعد القادم الخميس اللي جاي تستمتعوا بمباراة الاهل وملعب الاهل مع اسلام الشاطر نسبوع الخيان